اخوتي و اخواتي السلام عليكم و مرحبا بكم معي في فيديو جديد و في قادية جديدة نتمنى انكم تكونوا كاملين بخير و في احسن احواليكم القادية اليوم ستصفر بين الدولة مصر الناس دوار سمعوا صوت انفجار قوي انفجار مجهد و اخرجوا كي يجريوا باش يشوفوا شنوا واقع وهنا كيتفاجئوا بان الدار ديال جارهم شاعلة فيها العافية قادية النار و مرات جارهم واقفة قدام الدار و كيتغوث و كطلب منهم انهم يدخلوا يعتقوا لها رجلها رجلها كان في بيت النعاس دياله جيرا انقسموا الثلاثة كين اللي عاية الاسعاف كين اللي كي عاية البومبيا الوقاية المدنية و كين اللي كي حاول انه يطفي العافية و يعاون تهو باش مكه مهم بلا ما نطور عليكم بلا ما نحرق ليكم الاحداث ديال القادية اليوم يالله مدعو على بركتي الله القيصة تبدأ في عام الفين و عشرة من عند واحد شاب لي الاسم دياله محمد هذا محمد في العمر دياله 18 سنة كي يعيش هو العائلة دياله في العاصمة القاهرة كي يشوف القاهرة ولكن هم الأصل لهم من واحد دوار من واحد القرية كين في محافظة الشرقية و بالضبط كين في واحد القرية اسمتها المقفف كان عندهم واحد دار لمرة مرة كانوا يمشوا و يطلوا عليها و يقلسوا فيها كي يدوزوا في العطار بحكم انهم زادوا تماما و عاشوا طفولة ديالهم كاملة في هذه القرية كي يمشوا و تفكروا الحباب كانوا متعلقا بها و يستغلوا أي فرصة لا تكون فيها القراية و في الوقت الذي لم يكن عاود بها مخدام يمشوا لتماما كي يقلسوا فيها و يشوفوا الحباب كانوا أصحابهم و كانوا عائلاتهم محمد كان عنده واحد صديقة لأسمها عزة كانت صديقة طفولة دياله دائما يلعبوا مع بعضياتهم و فيما يمشوا لتماما يتلاقوا مجموعين من اللي بدأوا يكبروا كل واحد فيهم كان يحس بشي حاجة جاءت لأخر و في وصل 18 عام اعتار في العزة بالحب دياله قال له انا كان بغيك و احتى صرحته احتى عبرت له المشاهد دياله قالت له احتى انا رأي انا معجبة بيك محمد قصد الباب ما كانش ناوي انه يتفلع البد مش عند عايته و قال لهم بأنه معجب بيها وباغيها تزوج ولكن عايته مبغاوش بحكم كان عندهم بعض الصراعات ما هاد العائلة هدي لكن و خادك شي كامل محمد قال لهم بأنه غادي يتزوج بيها سواء بغاو او ما بغاوش يعني بخاطرهم و لا صحا عليهم اما بالنسبة ل هاد العزة هدي اقترحت الموضوع لعائلتها و احتى هما بسبب الصراعات لبناتهم الاب ديالها ما كانش قابل انه يزوجها المحمد و هذا علاش قال لها ما تزوجيش بهذا الولد هذا انا غادي نزوجك بولد خالتك عزقت لما بغاش تزوج بولد خالتها وبالعائلة ما زوجوه هاش الهاد السيد هذا انا غادي تدير فرصة شي حاشا ولكن تحت من الضغط الاب ديالها و وافقت انها تزوج بهذا الولد خالتها محمد من يساق الخبار تخل في حالة كتئاب و عزرها استمرد في الخطوبة لكن عندما تدير قاد في هذه الخطوبة لمدة 6 شهر ولكن في الاخر حست انها لم تزوج بولد خالتها و لم تزوج اتكمل معا حياتها قادت عند ابوها ضغطت عليه و صارت و قلت له شوف اذا لمشي تحت زوج ديني بهذا الولد خالتك صحا سوف ندير فرصة شي حاجة او ندير فيه هوني شي حاجة الاب عارف بنته ما كانت سوا عارف انها شاطة ماطة وقبيحة ويلاقي الشي حاجة قاد تديرها و هذه الشي حاجة قاد تديرها و كانت صغيرة لماذا كانت صغيرة لماذا كانت تديرها كان خايف لك تدير شي حاجة في رأسها او ضم رأسها و ضم عائلتها قرر انه يفرس كذلك الخطوبة النات و صار العائلة الخطيب ان البنت لم تغير لماذا كانت تديرها اعزة فصخة الخطوبة و عدت علمت محمد بهذا الخبار محمد كان يطير بالفرحة لماذا كانت العائلة و طلب منهم أنهم مباشرة يأتي وخطبوها لهم ولكن عائلتهم لم تغير كما قلت لكم من قبل العائلات كانت بناتهم مناوشات بناتهم سطاق و بناتهم لغوت و بناتهم شي مالشكين مثلهم رغم يعود بأن هذه العائلة الخرارة لم تغيرهم و سباق لهم خطبوها لولد خالسة ولكن رغم ذلك محمد بقى مصمم لأنه يزوج بعزة و بقى يضغط على درهم كثيرا بشتة طرق جميل حيال دارها خصوصاً انهم الذين يعرفون بأن البنت رفس خط الخطوبة لها مع وولد خالسة على وده صافي السيد بقى يهددهم بأنه يصفيها الراس لماذا نقول لك كلمة خائبة يحاول يضغط على عائلته و والديه باش يوافقوا عليها و فعلاً بها الطريقة عائلة محمد وافقت أنهم يخطبوا لها عزة و عائلاتهم اللي لاحظوا بأنهم كيبغوا باضياتهم لها الدرجة و ماناوينج أنهم يتفرقوا و ووافقوا أنهم يزوجوا و حاولوا أنهم يتجاوزوا ذلك الصراعات اللي كانت بيناتهم و يزوجوا البلاد اللي مشمل و فعلاً العام اللي غادي يزوجوا فيه محمد كان عنده 21 عام أما عزة كان عنده 19 عام فقط يعني بجوج مازال صغار مازال عودهم طري عودهم خضر و بحكم أن العائلة دياله كانوا في القاهرة و حتى المشروع دياله كان تماما مشروعه كان عبارة على قهوة شعبية في القاهرة الكزمية و مصر قروا أنهم يستقروا تماما و أكيد ما سيكونوا مع العائلة دياله شنو دان؟ كروا أحد الشوق اللي كانت قريبة للقهوة قريبة اللي خدمته و حيث العائلة دياله كانت في دياله كان دياله ما يجعلها لعندهم و مرة مرة يجعلها تقلس معها هذا الكوب اللي رزقهم الله بجوجة دياله واحد اسمه محمد والصغير اسمه آدم كملوا حياتهم بشكل طبيعي كانت بيناتهم شوية المشاكل بحالهم بحال قاع الأزواج المهم من بعد عشر سنين على أزواجهم عزقت المحمد بأنها بغاية ترجع تكون في القرية في البادية اللي تولدت فيها كانت له صاحب في بارك عليها حاجة ما قدرش نتأقلم مع الحياة في القاهرة السيدة بغاية ترجع للدوار قلت له نجياسة هنا غيالة ودك والقرية كانت العائلة وكانت الصحاب ثم كبرنا كان ينجع الناس اللي كانت بغيوهم في الأول هو ما قبلش قالها ما نقدرش نخليك تمشي ونعيش أنا بوحدتي في القاهرة ولكن تحت الضغط لها اضطر أنه يحولها من القاهرة ويديها البادية يمشي سكنها في الضار اللي كانت عند عائلته لماذا قلنا كان يمشي لها عائلته مرة مرة في العطال وفي الوقت اللي كان يكون الأب مخدامش لأن بوهرة كان عنده واحد ضار يمشي لها مرة مرة محمد استمر في الخدمة له في القهوة القاهرة وانقل عز وليدتها للقرية والله مرة مرة هو اللي كان يدي بلاس عندهم كيمشي عندهم تقريبا احتل ثلاثة المرات في السمالة بحكم أن المسافة كانت تقريبا وهو موتوري مثل هو عنده الطمويل مهم من بعد الزواج ديالهم بـ 12 عام يعني من اللي وصل محمد للسن ديال ديال العشر سنين ووصل آدم للخمس سنين يعني بالضبط في تاريخ 11 براير من عام عام ٢٠٢١ سنين يعني العام اللي فات السكان ديال هاد القرية ديال مقفف سمعوا انفجار كبير فجار قوي من اللي خرجوا لاحظوا بأن الضار ديال الابد محمد خرج منها العافية خرج منها دخان كتير وسمعوا انفجار اللي كان المصدر دياله من بيت الناس وكان هو تم ناعس داك بيت الناس لحسب الأقوال اللي قدتهم الزوجة دياله كل شيء يجري في ديال اللحظة هالك عاية الإسعار هالك عاية الوقاية المدنية البومبية هالك يحاول أنه يقتحم الضار بشت في العافية المهم أن الناس ديال الدوار كلهم كانوا متعاونين مع بعضياتهم خصوصا أنهم كانوا خايفا لا يكونوا حتى الولدات صغر كانوا في الدار الداخل ويتحركوا ولكن من بعد من اللي سهولوا الأم من اللي سهولوا الزوجة قلت لهم أن وليداتها راهم كاين في الدار ديال ابوها دار دبها راهم نفس الدوار دار ابوها كانت تقريبا من الدار ديال العائلة ديال محمد اللي بدك الدوار قلت لهم رغير رجل بوحده هو اللي كان يسمى في بيت النعاس وبحكم أن الدوار كان شوية بعيد رجال وقاية المدنية ستطلوه ستطلوه بزاف الناس ديال الدوار ويحاولوا أنهم يطفعوا العافية لكن من اللي دخلوا الدار تفاجأوا أن الداخل موقع عليها هوالو الدار سحصل العافية كانت شدة فقط في بيت النعاس ديال محمد كانوا متفاجئة خصوصا أنهم وجدوا البواني ديال الباب طائرة لا يوجد لا يوجد البواني في هذا الباب قاوم قاتلين يحاولوا أنهم يقتحموا يهرسوا ويدخلوا يعتقوا محمد ولكن درجة الحرارة كانت مرتفعة من الباب الحديد يحاولون يقربوا يحاولون يحاولون ولكن من اللي يصل إلى البومبية ويصل إلى الوقاية المدنية من اللي بدأوا يحاولون أنهم يتفعوا ذلك الحرارة وجدوا محمد أحد الباب البيت النعاس وكان عريان لم ينبسوا شيئا محمد كان قلس بوضعية القرفوسة بحالة مقرد وخشي راسه برجله الجتة تفحمت بحالة كان يحاول يغطي على راسه وتكمش الجتة تفحمت لدرجة إله حطيت صباعك على الجتة تتحرك أنا أعرف من القضية فيها جريمة قتل الضرر موقع فيها أولا غير بيت النعاس رباني بيت النعاس ما كان يحاولون مهم يحاولون أنهم يتفعوا العافية لم يقربوا نهائية لجتة محمد يحتيجوا البوليس ويقوموا المعاينة لهم وذلك ما كان التحقوا البوليس بعيد المكان ومن بعد المعاينة سيفتوا الجتة تشريح طبي لا يعرفوا سبب الوفاة يتأكدوا من الهوية السيد الموليس بدأوا الأبحاث في مصرح الجريمة أول شيء أخضوا عينة بعدها من الأرض لن يعرفوا السبب الحارق ما هو مدكترا يقلبوا المواد ما كان مادة قبل الاشتعال ما كان مخوية في الأرض لصاص أي شيء او الاحتراق كان محض الصدفة يعني شيء شيء كورسير كوي شيء ماس ديال الدو ولكن هم كانوا شك بأن هذا الحريق رهب فعل فاعل نظرا لأن الحالة اللي كانت فيها الدار والأدلة اللي كانت في مصرح الجريمة هي اللي كانت تشير لها شيء حد حركات السيد مهم جمعوا الأدلة اللي ممكن أنها تفيدوا في التحقيق وبدأوا في البحث الميداني مع الجيران والعائلة ديال محمد وأول وحدة بدأوا معها والدار من اللي يكتشفوا الحريق ألقوها وقفوا قدام الدار وكانت تغوت وكانت تقول لهم عطقوه الرجل كي يموت المرة كان بينا لها أنها خايفة بزداد كانت تغوت وحالتها علم بها غير تدربي راهل وصلت الوحد إلى درجة أنها حشاكم تبولت في حواجها وهذا الشيء يجعلهم أنهم يوقفوا مع البحث نظرا أنها كانت في حالة نفسية صعبة يجعلها وبدأوا يبيحته مع أخوته ونسيت لكم أن محمد لديه ثلاثة أخوت أخوه الذي كان كبير منه و أخوه الذي صغير عليه و أحد أخته كانت مزوجة أخوه أخوه صغر منه و أخته الصغيرة كانوا يسكنوا في نفس الطوار هذه هي القرية الناس التي كانت فيها عزة ثم كانوا لديهم ديور مستقلين ديور المستقرا فيهم لأنهم من بعد ما كبروا وخدموا قرروا أنهم يرجعوا يسكنوا في القرية و أخوه الكبير هو الذي يبقى ساكن في القاهرة من المسؤول ما يقع بحكم أنهم ساكنين قرابة الضار و أول واحدة بدأوا معها هي الأخت الضاحية قلت لهم بأنها سمعت أحد تفرجعها كبيرة و أحد نفجار قوي خرجت تشوف و لم أعرفت و لم أعرفت أحد أشخاص رهجت تجري أنها عرفت بأن هذا نفجار يأتي وجدت الناس ضائرة أخوها في الأول كانت تظن بأنها عز أولادها و أخوها عرفت أن يعمل في المدينة أخوها يسكن في القاهرة و مرة و مرة يأتي إلى الدوار و يطلع لها مرثة و أولادته قالت غالبا أخويا لم يكن ولكن وصلت لقيت العكس لقيت مراته حالتها حالة و يقولوا أن أخوها هو الذي يتحرك أما الأخ الصغير الضاحية و الذي يحتوي يسكن في الدوار في القرية و يطلعوا عليهم جموعة من الأسئلة و يطلعوا عليهم نفس الأسئلة و أخوها و أخوها في كتف الوقت الذي وقعت فيه الجريمة الموليس كان لديهم شكوك في العائلة و محمد في هذه القضايا أخوها و يظن أنه يقضوا أمور في مصر و يوم العلبة عمسك و تحفظوا و يتم توقف منه و يوجد و يطلعوا لمعروف المعلومات أخوها و كان يسمى أن يصبح و يصبح Driving كان في الضار أخي الضار هو الأصل أما الأخ الكبير الذي كان يسكن في القاهرة في العاصمة أخبره كيف تسقطت الخبار كيف تعرفت ما يقع كيف تنتقلت بسرعة كبيرة للدوار قال لهم أن أسقط الخبار أن أتصل به شيء من عائلة ومن الذي أعرفت أخبرت أن أجربة لنرى ما يقع البوليس من الذين لاحظوا أنها عزة تدنت تكلمت ولا تقدر أنها تهضر وتجاوب معهم ومن الذين رأيت أنها قمت بتحواجها جابوها وبدأوا يبحثوا معها ويسألوها قال لها قلنا شريف ما يوقع في ذلك النهار حيث هي آخر واحدة كانت مع رجلها مع الضحية قلت له أنا لم أكن في الضار أنا كنت في الضار دائرة دائرة قريبة مسافة دائرة البوليس تفاجئوا قالوا كيف عرفت أن محمد كان في بيت نعزه مع العلم أنك لم أكن معه في الضار وهذا أكده الجيران أن الجيران كانوا قالوا فاللون الإخوان قالوا قالوا يا رجل أريد أن يسروا ولكنين تشاهدوا لا أعلم في الطائرة لا أرى أي شيء في الصالون ولا أرى أي شيء في الصالون لا أرى الأكوزينة قلت لهم كانت خارجة من دائرة بصدفة ودودية كانت خارجة من ضار بيوت النعز وقشرية الفضورية فجأة سنظر أن الضار قام بيوت النعز وأيجان قالوا أنهم لم تكن لم يكن عراجي من الأصل في هذا النار ولم أعرف أنه رجع من القاهرة لم أعرف أنه أنا أكتنى وليدتي في ضربه البوليس بدأوا يكملوا الأبحاث لهم مع الجيلة يسؤولوا أي شخص يعرف محمد أي شخص كان يشك بأنه ممكن أن يكون لديه عدوة معه أو ربما يريد أن ينتقل منه ربما كان لديه حساب قطيب يعني كان الناس الذين يعرفوه بدأوا يسؤولهم ولكن كان الناس يجب أن يكون لديهم شيئا لتفيد لم يكن لديهم شيئا معلومة البوليس لديهم يقينتان بأن هذه الجريمة وقعت بدافع انتقام لا يوجد شيئا أخرى من الصريقة أو شيئا أخرى خرجت عينات هذه الأشياء التي تلقى في مصرح الجريمة يعني تلك العينات التي يهزون البوليس من الأرضية للبيت التي تلقى طراب وذلك البيت الذي وقع فيها الحارق العينات تقول بأن الحارق كان بسبب مادة شديدة للإشتعال وهي الإسانس يعني أن الحارق كان بفاعل فاعل هذا الشيء الذي يجعل البوليس يعود ويرجع للدار ويبدأوا الأبحاث دينهم من جديد العلم أن هذه الدار من قبل سيطوقها بشريط المصرح الجريمة لم يكن لديهم شيئا أحد يقرب منها صار فيما يدخل لها حد لكي تبقى الدلائل الجنائية لكي من بعد يأتيوا يكملوا الأبحاث دينهم على خطر خطرهم يعني لا ترى المعالم هذه الدار فأكيد أنهم يجعلوا البوليس مراقبين في الباب لكي تبقى الدين يدخل للدار أو يلعب بالأدلة التي ينافعها يجعلوا في الدار كاملة صالة بيوت الناس الإلترالي ولكن لم يكن لديهم شيئا من الذي يدخلوا الكوزينة؟ هنا يجعلوا جوجة الحواج واحد الكاس فيه العاصير مشروب منه تقريباً النص ديال الكيمية واحد الطحان كهربائي اللي كان غير تحت أما الفوق اللي كانت تتحن فيه العاصير ما كانش وحسب ما قالوا لهم رجال الويقاء المدنيا أنهم اللي اقتحموا البيت اللي وقع فيه الحارق ألقوا أن الباب مسورت من برا بواني طاير ما كانش بي باش تالي بغي يحل شي واعد ما يتحلش يعني هذا اللي قتل محمد غالباً من المعارف دياله مهم يخدوا عينة من ذلك العاصير وصفتوا هذا المختبر لكي تتعلقوا التحاليل يعرفوا هذا العاصير ما فيه مخدر و ما فيه سم قاتل يعرفوا ما هو المحتويات والآن رباقي لم يخرجوا نتائج الطب الشرع النتائج التي أعتبرنا سبب الوفاة والتي أعتبرنا الهوية ديال الضحية يعني يتأكل منها من البصمات أنا رصنات الصمعت له يأخذوا عينة من الله الدائعين ويقارنوها مع الأقارب دياله أن الجثة كانت متفحمة وخرجت نتائج العينة التي أخذوها من العاصير العينة كانت تقول بي أن العاصير كان فيه كمية كبيرة ديال السم أن البوليس فترضوا بأن الجريمة وقعت أصلاً قبل ما يكون الحارق يعني القاتل أعطال الضحية السم ومن بعد ما تأكد أنه مات شعل العافية في الضار وفتعل ذلك الحارق باش الجثة ديال الضحية تفحم باش ما يقدروا كما يعرفوا سبب الوفاة يقولوا الله مات بالحارق لا مات بشي حاجة أخرى يبانى أن هذا يوقع فقط بمحد الصدفة يعني يجب أن يتموها للتحقيق هنا البوليس يبدأ يشكو في مراته هي الوحيدة التي كانت معاك بالميتوفة كما يدون أنهم لقوا بأن حواجها والدهب ديالها وأي شيء تخصى التي كانت غالية التي سويت ثمن لم يكنها في الضار لا تتعطل على الضارهم كما أدت تقعدوا كل حواجة مهمة حواجة كاملة لقواهم في ضربها مع العلم أنها لم تسكنها في ضربها كانت تسكنها في الضار العائلة المحمد ومستقرة فيها وضعها حواجة كاملة خرجت نتائجها بالشرع كانت تقول لأن محمد مات أصلاً قبل ما تشعل فيه العافية وأنه أخذ كمية كبيرة ديال السم لأن السيدرة لم تنشق هذا الدخان لم تدخل شرية ديال يعني ميت قبل السم اللي كان في العاصير اللي كان في كوزينا عود القاتل حيد الضحية ويجو كامل وهو اللي يضعه في ديك الوضع ديال القرفوسة أحد الباب ديال البيت مش يبين أن الوفاة كانت وفاة طبيعية وأنه في ديك الوقت قرب الباب ويجو كامل بعد ما عرفنا نتائج طيب الشرعي أرجعوا الأبحاث اللي دالوا البوليس مع العائلة ديال محمد كاملة خصوصاً اللي ساكنة في ديك الدوار اللي كانوا قراب من الدار دياله ومن ضمنهم كانت واحدة بنت اللي كانت تأتي بنت عمو وكانت ساكنة في ديك الدار دياله من اللي سؤولة ماذا نوقع في ديك النهار واش تشي حاجة اللي ماشي هي هذه هنا فجأتهم قلت لهم بأن شافت اللي عزاو هي خارجة من الدار قبل ما تشعل العافية قلت لهم شتها واشتولتها في غادا قلت لي حجارة غادا غير الدار دياله مع العلم أن عزا قلت لهم أن في الوقت اللي شعلت العافية هي مجدتش قاع لدارها كانت في دار قبل ما تشعلت العافية وشعلت عاد جهت أنها قلت لها وكتشفت العافية لأنه شاهدت انفجار وشاهدت ضوف بيت النعاس فقط ما تشعل صدفة وهذا ما يبين بأن عزا كانت تكتب وكانت تحاول أن تضلل عدلة وهذا ابنت عموه ابنت عم الضحية أعطيتهم معلومة مهمة ما بسر قلت ليهم بأنها مالي كانت تخاجم للدار هذا عزا دياله كان شادة في دياله ولدها الصغير اللي اسم دياله أهدا وهذا أهدا ممكن تكون عنده شي معلومة اللي تفيد في هذا البحث قلت ليش جابه أهدا وخلوا الولد كان مازال صغير الولد يالله عنده خمس سنين جابهه باش يسوله وكانوا كيستجوبوه بطريقة عادية بلا ما يبينوه بأنه مشاكين في الأم دياله جابوا له الألعاب جابوا له الشوكولات جابوا له أي حاجة كتعجب الوليدات الصغيرة بحالة كيجسروا مع الثق تطمئ اللي هم لذلك الساعة بدأوا كيسروا كلنا أوليدي كيف نحن موقع النهار الذي تحرقت فيه الضار ديالك وماذا بصحكت في الضار ديالجدكم في ذلك الوقت الوليد أعطاهم معلومات صادمة قل لهم الأم ديالي رأيها خلاتنا في الضار جدي ومشات باش تجلس هي وباباب ووهديتهم ولكن انا حسيت بالقنط وقررت أن أذهب عندهم انتباحهم حكم أن الضار القرار بجوج رأيهم لا تقوم بمئتين متر وغير الجدقائق المكانة كانت تذهب عندهم وصل قل لهم اللي وصلت للضارة التي فيها ماما وبابا وجدت أن أمي سد على بابا في بيت الناس وضعه واحد العصير في الكوزينة من اللي حاولت أن أشرب منه لم أخلتني قلت تغوزة لها لا تقرر لك العصير قل لهم شوية بلية الدخان خارج من تحت بيت الناس من اللي سولتها شنواقع جرتني من يدي وخرجت أنا وياها سدت باب الضارة وبدأت تغوزة في الكوزينة ايوه احنا البوليس تأكدت الشكوك ديالهم وعندهم أصلا أديلة كتبت بأن عزة هي اللي قتلت الزوج ديالها في نظركم لماذا ستقتلوا مع العلم أنها حاربت عائلتها وتقاتلت معهم بش تزوج به ونفس الشيء ديال واحده هو كان يموت عليها ولحسب ذلك اللي يقول العائلة دياله أنه كان يحترم هذا واحد درجة كبيرة هذه المتهيلي دايزة يتعامل معهم زيان البوليس الحاجة اللي خلاتهم يتأكدوا بأن عزة اللي ارتكبت هذه الجارمة هي أنها في الوقت اللي كانوا يبحتوا معها السيدة كترهت كتبكي وباين عليها الخوف لدرجة أنها تبولت حشاكم في حويشا وهذا الشي يبين بأن السيدة دايرة شي حاجة وخيفة منها البوليس ديك سأسولوا الأخت ديال محمد بحكم أنها كانت حتى هي صاحبة عزة وكانوا كيخرجوا مع بعضياتهم وكل وحدها كانت كانت تزور الخرق مرة مرة يلو لها قولينا كيفاش كانت علاقة تعزة بمحمد كانت لهم كانوا عادي بحالهم بحال أي أزواج مرة مخصمين مرة مصالحة أخويا كانت طروفهم مادية صعبة ورح نالك إننا كانت عاونوهم مادية يعني الخوت بجوج والأب ديالو وحتى أخته كانوا مرة مرة يروفوا على أخوهم قلت لهم بأن عزة كانت تعيشة معه مرتاحة من كانت خاصة معه حتى شيء خير وكانت تعمل معها فوق جيدا يحتار معها مهلفوا ليداته بدأت الشيء الذي يقدر الله بدأت الشيء الذي نعاونه حتى نحن قلت لهم ولك راستمتنا أنه قبل ما يتوفى بسيما العيد ميلاد عزة كانت في ذلك الوقت محمد استطلقها وجاب لها الطاردة ذلك الحلوة وقدر لها مفاجأة وخضلها تواحد الكادو وهذا الشيء يجب أن نبلي العلاقة لهم برا كانت مزيانة الأخت كانت تقول بأن عزة لم يكن لديها نهائيا تدافع بشخص المحمد قلت لهم لم يكن لديها نهائيا بما أن البوليس كانوا يعرفون المادة التي تدارت في العاصر التي تقتل به محمد قلقوا يقلبوا ستعرفوا البلايس الذي يتباع في هذا النوع قلقوا يبيحطوا محل بمحل ويوريهم تصوير عزة واحد في هذه المحلات أتعرف عليها لماذا؟ لأنها هي المرأة الوحيدة التي جاءت عندها في هذه الوقت أن هذا السم كان يستعمل أغراض في لاحية يداويدك الأعشاب بطرق يحيدهم قال لهم رجعت عندي وعطتني تقريبا ألف جنع حالياً وعندهم الأدلة التي يدينه عزة والاعترافات وعندها أدب وعندها قصر ولكن أريد أن تنسوه بالاعتراف وعندهم معه الدليل الذي كان في الأرض الذي أبيت وقا فيها الحارق يزيد عليها الشهادة المحلية قال بأن هذه السيدة أخذت من عندي هذه السم وذلك لماذا؟ بدأوا يبيحطوا معها من جديد بدأوا يضغطوا عليها في البحث لكي تعترفوا في الجريمة التي قلقوا ما هو السيدة ناكرا؟ كنت تظن بأن البوليس لم يكن لديهم أدلة مادية ملموسة عليها ولكن من بعد ما بدأوا يواجهوها بالأدلة دليل من المرى دليل أدلة التي كانت لديهم عليها السيدة لمقى عندها فين تنكور ومعندها فين تهرر قررت ديكساء من بعد ما نهرت قررت أن تعاود لهم القصة كيف وقعت بالضلط وذلك أجي نعاود لكم كيف وقعت هذه الجريمة قلت لهم محمد مؤخراً كان يعاني من ألم في المعيدة بالزاف ليس عن الأم ذلك ونصحته أن يمشي للطبيب كانت الأم ذلك كانت الشكة باللي تقدر أن تكون لديه جرثومة المعيدة قلت لهم تصل بي وعلمني وقلت لهم ولماذا سيقوم بالطبيب سأجي لدي العشوب الذي سيدك قلت لهم قد أجي لديه الدار سأجي لك شربة ونصاب لك الماكلة التي تعجبك ونضع لك الدواء يعني لك العشوب ونستغل فرصة أن ترى أولادكم ونقلسون بمعرضياتنا قلت لهم في ذلك النار صيفة أولادي يعني محمد وآدم صيفة أولادكم لكي أرقى مقابلة لكي نستطيع أن نقلسها على خطرنا وعاد من بعد نجيب الوليداتنا نهضره نتناقشه مع فضياتنا وفعلا وجدت له ذلك المشروب الذي كنت موعدته به لكي يداوي ذلك الألم الذي لديه في المعداد يعني ومن الذي وصل للطبيب وجده أن محمد وآدم لم يكن من الذي أجعلني فيه قلت له وعادت بصيفة أولاده لكي يبدأ أن يلومني وعادت بني وقلت له وقلت له ما حقق تصيفتهم أنا هذه مدة طويلة لم أردتهم وقلت نرى وقلت لكي نتوحشتهم وركضت لكي تشاوريني من قبل قالت له أنا تناوي ونعيد لهم ولكن من التعامل مع هذه الطريقة وبدأ يغوط عليها هذا مبنائهم نقاش كبير البوليس قالوا لها هذا ليس شيء مبرر يجعلك أنك تقتله قالت له لهم من من قبل عرفت بأن محمد ولكي تعاطى المخطرات ويشرب الخمور وفيهم تضيع فلوسه كاملة ويجيب صحابه للدار الذي كانت لديه في القاهرة من الأخوات والجو من الذين جاءتنا هنا للدوار يجيبهم يسهر معهم ويخسر فلوسه كاملة عليهم ويجيب حتى للبنات ولم يجلب القاهوة كل نهار يعني نهار في الثلاث يام في اليومين يجب معي بلقناة ومحمد ويجعله من فلوس قليلة ولم يجعله لتصرف بها وحاولت نصحه وحاولت نحضر معه وحاولت مره عردت عقله ولكن يدعه ومن بعد أن أتفقنا وهو مقاشا كان في المدينة ستبدل عليها في اختراق عيد ما يجمع راسه ويجعل الأولاد ومستقبل ديالهم ولكن يوالوا. ده باع رجع المشكل اللي وقع بيناتهم في ذلك النهار. بدك يغوتوا عليها. وجرع عليها في ذلك الحداشة. حداشة منص ديال لي. قال اشوفي. ما تجيش عندي. احتد جيبي ولادك معك. جيبي الولاد رابغين نشوفهم. قلت لهم قلصت في الدروج للدار. وبدي تكن بكي. وكان دق عليه باش يفتح لي الباب. قلت لهم ما رضيش انا رجع لدارنا في ذلك لوقت ديال الليل. ونقول لهم حكارة راجلي جرع عليها. ومن هنا قررت أنه ينتقم منه. قلت لهم مستحيل أن يدلي هذه الحالة ونسمعه. قلت لهم محل ديال باب. وبالتالي كان يوجد مواد التي قابلها للاشتعال. الليسانس والمازوت والمواد اخرى. خضرت ثلاثة القراءة للليسانس. القراءة التي كانت دي الججاج. ومشيت بهم للدار ديال الماء. خضرت تعاوض الطحانة للعاصر من دارهم. بالزمال هكا البوليس من الذين يأتي للدار ديالهم. ما يلقون بأنها استعملت الطحانة ديالها. فهمت؟ لكي يقلب أن الطحانة ماشية للدار. ولكن قبل أن تخرج. غزت غير ذلك الكاس للعاصر. ونصد تحتني ذلك الطحانة هو الذي يلقونه. بدأت ذلك الكاس بالضغم. فهمت؟ لم تددت معها ذلك تحتني ذلك الكاس. جاءت للدار وبدأت تدق عليه وتطلب منه وترغبه وتزوج فيه انه يفتح لها الباب. ولكن زي ما توجد له العشا. ويتصالح مع بضياتهم. وزي ما على أساس النهار اللي من بعدها تجيب لأولادها. ستجيب لأولاد لكي يشوفه. هو في الأول ما يفتح لها. ولكن في الأخر قدر أنه يقتنى. ملت خط للدار. بشتصالحه العصر. شرب منه واحد شوية وبدأ يجمعه مع بضياتهم. يضرب في هذا العصر النص. وبدأك يحس بالتقطاع كان في مصار والتحس. أنا عقبي أنه قدرت لسه. فالسهولة ما قدرت تليف العصر. لقد قدرت لك شيء. أنت أصدر عندك مشكلة في المعدة. ربما هذا العصر ما وافقكش. محمد ساعة عقبية. لقد شربت الناس لكي يرتاح. كذلك لكي يتهدن عليها الحرق. ولكن الحرق لم يعد. كل شوية يزيد يقصح. السيد بدأ يتكوّر في الأرض. يبدأ يمشي. يأتي بقوة الحرق الذي كان فيه. هنا عزاجة بدأك القراءة لليسانس. ثلاثة ديزاجة كما قلنا. وهو بدأت تخوي في الأرض. تخوي قدامه واحدة. ومن قدرت ينطل. كانت تخوي علي حتى هو. هو راح يموت ويتقطع قدامه. كانت عارفة أنه سيموت قبل ما تحرق. لأن هذا السم قاتل. بدأت تقول له في وجهه ديك سال. لأنه عارفت بأنه لم يقال شيء يتحرق. لو حكرت عليها. درتي فعلتي. وده بغد يتخلص. قاعدك شيء يدرتي فيها. في اللحظة التي كانت تكون فيها لسانس في الأرض. محمد كان يقول لها بأن ربي سينتق منك أشد انتقها. بدأت تقول لها ربي سينتق منك ويعودها للجوم العادي كثير من المرات. بقى يعودها حتى مات. لحسب الاعترافات ديها. من مور هذا الشيء يتلحويجه. حطيته بذلك الوضعية القرفوسة. حطيته إحدى الباب لكي تبين أنه يحاول يهرب. خضعت ذلك القراءة للجاجة التي كان فيها لسانس. يعني من بعد ما أخواتهم تمها. أخواتهم في الأرض. أخواتهم على رجلها. أخواتهم وضعتهم في هذا القراءة. من اللسانات. سدت البيت من بره سوريته. وحيدت له البواني. قالت ربما يستطيع أن يكون مازال حي. ويحاول أنه يهرب. أو ربما يستطيع أن يهرب. لكن يا عرف ربما سألت بسورة. سيدا حقد عليه. لا أريد أن أذهب إلى نهاية. هذا الانفجار الذي كان هناك. رهرية بأحد الحيط من هذا البيت الناس. هذا الحيط رابع للطار الجيرانه. ما هو السبب الانفجار؟ ما هو السبب الانفجار والضغط على القراءة. ما هو السبب الانفجار؟ السبب الانفجار التي تضعها في البلاكر. أعزة تقول بأن دافع القتل. هو الإدمان على المخدرات والخمول. تقولون بأنه لم يكن مهلف أولاده. وأنه كان يخونها مؤخرا. يعني من أخواته الضار. لم يكن يصرف لهم جيدا. لم يهتم بهم. كنت تظن بأن هذا لا يدافع قوي. لكي يجعل المرأة تقتراجها. أعزة أصلا كانت إنسانة مريضة. وكان عندها الغريزة الإجرام والقتل من صغر ديالها. البوليس بدأ يبحثوا مع أخوته. يقولون كيف كان محمد قبل ما يتوفى. وماذا بصح كان مدمين؟ أخوته يقولون نفس المعلومات. أكدوا باللي بالصح. محمد كان يتناول مخطرات وكان يسكر. كان يشرب في الضار دياله. وكان يجمع عليها أصحابه. ولكن الغريب في الأمر أن عزة كانت عار فرج لك فيها جدير. راح تقبل ما يتزوج بها. كانت فيها هذه البديئة. قبل أن تعليه ما كان لديها مشكلة نهائية. زي دون أن بعد ذلك النقص اللي كان عند محمد من ناحية المصروف. كانوا أخوته يعوده. كيدوره معه. كان أخوه صغير أخوه الكبير. الأب دياله وحتخته. كانوا دائما يعطيهم الفلوس. وبعد مرة يتقدون لهم. كان يجبون لهم أي شيء كانت خاصة. لدرجة أن التلاجة مع مرها كانت خاوية. ما العلم أن عزة في الحقيقات كانت تقول بأن أولادها كانوا مقهورين بالجوء. قالت لهم رأي أولادي كي يأكلوا. كانوا يمشوا عند الضار بها عند عائلتي عاد كي يأكلوا. وبعد مرة ما يمشوش هناك كي يجب لهم ما يأكلوا. أخوه باشين في هذه الأقوال ديالها. أمشل الضار ديالهم وصورت تلاجة حل تلاجة وصورها. وتلاجة فعلا كانت عامرة. قال لهم هذه هي الحالة ديالتلاجة قبل ما يتوفقوا. واللي كتبين بأن عزة كانت غير كتكتب. ما عمرها هي ولادها ما خصتهم شي حاجة معها. الأخت عاود ديال الضحية كانت تقول بأن عزة كانت تشريد ذهب بزاف. الفلوس الذي يعطيها أخوها. الفلوس الذي يعطيها الضحية. ستشريدهم كامل ذهب. ديما. وأخي تقول له عافك لما حاولي الأخيك. ستكون لديه. أخي تقول له هذا ليس شيء ذهب حقيقي. هذا ليس ذهب فالسو. هذا ليس ذهب بزاف. وأنا أخي كنت أشريه بزاف. كي نباني على الناس ديال الطوار. يعني في شيء عارس ولا شيء مناسبة. كنت تلبسوه على أساس أنه حقيقي وهو رمز شيء حقيقي. ولكن في الحقيقة كان ذهب ديال بالصحب. كي تقول لهم أنك تكون مخبي فلوسي في الذهب. حيث تراجعك يخسرهم غير في الخوال الخاوي. وكتن نجمع الفلوس في ذلك الذهب. كنت نأخذ الذهب لكي نكبر وليداتي. نقدر أن نوفر لهم المستقبل ديالهم. نخلصهم المدارس. ونعاونهم على قرائتهم. ولكن الشيء كامل كان كدو في كدو. لا أساس له من الصحة. أن عزة كانت إنسان الذي تستمر المظاهر. ويعجبها أنها تبان على أصحاباتها. للأسف الأخت ديال محمد. كانت عزيزة عليها عزة بزاف. وكانت كتتق فيها. وفعلا فاش كان كي يسولها أخوها على ذلك الذهب. يعني كشو فيديو وجه ذلك الذهب حقيقي. ولا بلاكيو ولا مزور كما كدو. كانت تقول له أنه مزور. كي تحمي عزة. لأن عزة وصتها من قبل. كانت له أخوك يخسر الفلوس في الخاوي. وأنا أريد أن أمن أولادي وكذا وكذا. ومعزة من بعد ما قدمت الاعترافات ديالها. لعائلة ديالها. واحتعا عائلة الضحية كانت مصدومة. أن البنترة كانت تكتبان أنها هي. كانت تموت على محمد. ويتقاتلت لكي تزوج به. وعائلته رضطروا أنهم يفسخوا الخطوبة ديالها. مع أول دخالتها. اللي نجاه الله من هذه الشخصية السايكوباتية. وأنهم يوافقوا على الزواج ديالها بمحمد. وما كانوا عارفين طبع ديالها. ومتأكدين أنه عزق بيها. الحاجة اللي هدت بها أو قالتها ركد ديالها. الحد الآن كي يبان بأن المبرد ديال القتل غير كافي. فعزة. باين أنها إنسانة مريضة. كل شيء كان خاص ويمشي تحت السيطرة ديالها. وباين أنها كتعاني من أمراض نفسية خطيرة. ومن بعد ما قدمت الاعترافات ديالها. قدموها لمحكمة اللي تابعتها من أجل تهمة القتل العمد. مع سبق الإصرار والترصد. وحكموا عليها بالمؤبات. حكموا عليها الدوز عمرها كامل في الحمس. ما هي؟ الله يخرجنا منظر لعب بلعب. لله يرزقنا حسن الخاتمة ويجعل أخونا. ويجعلنا خفاف ترافع على قلوبكم. ويرزقنا الصحة والسلامة وطول العمر. والفلوس الحلال. أخوتي إخواتي. تقفضنا إن شاء الله في نفس المؤمن. صلى الله. ترجمة نانسي قنقر. ترجمة نانسي قنقر. ترجمة نانسي قنقر.